انطلقت بمملكة البحرين فعاليات مهرجان المسرح المدرسي الخليجي في دورته السابعة تحت شعار خليج يجمعنا مسرح يوحدنا بحضور الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم والدكتور علي القراني مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج والوفود التربوية المشاركة في دول مجلس التعاون ويواصل المهرجان هذا العام تقديم مجموعة من الأعمال المسرحية الطلبية والاحتفاء بنخبة من رواد المسرح المدرسي الخليجي الذين سيقدمون بدورهم ندوات فكرية تتضمن تجاربهم ورؤاهم الفنية وفي كلمته خلال حفل الافتتاح رحب سعادة الوزير بالأشقاء الخليجيين في بلدهم الثاني مملكة البحرين مؤكدا اعتزاز المملكة باستضافة هذا الحدث الفني الخليجي في كل عام والذي من شأنه تعزيز التعاون المشترك بين دول الست في المجالات التربوية والفنية والثقافية والارتقاء بمكانة المسرح الطلابي في المؤسسة المدرسية الخليجية مشيرا إلى أن الوزارة تولي النشاط المسرحي أهمية بالغة ضمن جهودها في تنفيذ الأنشطة الطلابية اللاصفية المتنوعة وخصوصا مع التوسع في مشروع المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان إيمانا منها بدور المسرح الإيجابي الكبير في ترسيخ القيم الوطنية والإسلامية والعالمية في نفوس الطلبة وتطوير مهاراتهم اللغوية وقدرتهم على التعبير وتعزيز ثقتهم بأنفسهم من خلال مواجهة الجمهور مشيدا في الوقت ذاته بجهود مكتب التربية العربي لدول الخليج والهيئة العربية للمسرح كجهات داعمة للمهرجان بدوره ألقى مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج كلمة أشهد فيها بدعم مملكة البحرين منقطع النظير لمبادرات تعزيز التعاون الخليجي في المجال التربوي من جانبه أكد الأستاذ غانم الغنام ممثل الهيئة العربية للمسرح أن هذا المهرجان الخليجي يعد فرصة سانحة لتبادل الأفكار والخبرات التربوية والثقافية والفنية بين منتسبي الميدان التربوي الخليجي إضافة إلى سقل المواهب والإبداعات الطلابية المسرحية ثم شهد حفل الافتتاح تكريم عددا من رواد المسرح المدرسي الخليجي تقديرا لعطاء هاتم الفنية المتميزة حيث تم تكريم الطالب منير الشوملي من مدرسة العروبة الابتدائية للبنات وهي من فئة المكفوفين لمساهمتها في تنفيذ عمل مسرحي مدرسي بلغة برايل تم اليوم افتتاح المهرجان المسرحي المدرسي وهو المهرجان الذي تحتضنه وزارة التربية والتعليم والذي يعبر عن اهتمام مملكة البحرين بتوثيق العلاقات مع الأخوان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المسرح المدرسي يشكل عنصرا مهما في النشاط الطلابي لذلك تولي وزارة التربية والتعليم هذا الجانب باهتماما كبيرا لأن أيضا الأنشطة الطلابية تشكل سندا أساسيا للكتاب المدرسي واليوم سيكون هناك العديد من العروض الهدف منها ترجمة دور المسرح في الحياة المدرسية فأتمنى للجميع كل التوفيق والنجاح شاكرا جميع من ساهم ودعم هذه الفعالية الخليجية اليوم هو يوم آخر من أيام الإنجاز وأيام المظاهر الحضارية التي عودتنا عليها مملكة البحرين حيث الشهدنا الحقيقة افتتاح المهرجان المسرح المدرسي الذي يعبر عن عزم مملكة البحرين على أن يكون للتعليم آثارها المستديمة في نفوس النشأ عن طريق النشاطات مهمة جدا تدعم المنهج مثل المسرح المدرسي اليوم رأينا أيضا الأوركسترة الجديدة لوزارة التربية والتعليم هي تعبر عن مظهر حضاري آخر وليس بمستغرب على مملكة البحرين هذه الإنجازات فهي يعني إنجازاتها في التعليم مشهودة وقديمة ونحن نقدر لوزارة التربية والتعليم ما تقوم به ولمملكة البحرين نتمنى دوام العزة والرفع بإذن الله ترجمة نانسي قنقر